السلام عليكم، السدر من النباتات المذهلة التي لها الكثير من الفوائد للشعر، حيث أنه مفيد للشعر الجاف والمتساقط. إذا كنت تعاني من وجود مشكلات في الشعر، فيمكنك اللجوء إلى السدر الذي يساعد على التخلص من مشكلات الشعر، مثل التساقط أو الجفاف وزيادة كثافة الشعر، وهذا لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية. هيا لنتعرف على فوائد السدر للشعر، وطريقة استخدامه في الأول. فوائد السدر للشعر يحتوي السدر على المعادن، مثل الماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس، كما أنه يحتوي على البروتين والكربوهايدرات وجميع هذه العناصر تساعد على تقوية الشعر والتخلص من المشكلات التي من الممكن أن يتعرض إليها، مثل التساقط أو التقصف. أولاً، فوائد السدر للشعر الجاف. واحد، السدر يساعد على إمداد الشعر الجاف بالترطيب الملائم له. اثنان، تقوية الشعر الجاف وحمايته من التساقط. ثلاثة، إعادة اللمعان للشعر الجاف مرة أخرى. أربعة، زيادة كثافة الشعر الجاف وجعله ناعماً. خمسة، علاج الشعر التالف الناتج عن جفاف الشعر، وهذا يعتبر أيضاً من فوائد السدر للشعر المتقصف. ثانياً، فوائد السدر للشعر المتساقط. واحد، السدر له القدرة على علاج جذور الشعر وتقويتها، مما يساعد على التخلص من تساقط الشعر. اثنان، تقوية بصيلات الشعر الضعيفة، والمساعدة على نمو الشعر من جديد، وهذا يعتبر أيضاً من فوائد السدر للشعر الخفيف. ثلاثة، التخلص من القشرة التي تعد أحد أسباب تساقط الشعر. ثالثاً، فوائد السدر للشعر منخفض المسامية. الشعر المنخفض المسامية هو الشعر الذي يحتاج إلى وقت طويل للتشبع بالماء، ويصعب ترطيبه، ويكون الشعر غير مرن. السدر يحتوي على الكثير من المركبات التي تساعد على علاج الشعر منخفض المسامية، والتخلص من مشكلاته ومنها. واحد، التخلص من قشرة الرأس. إذنان، علاج الشعور بحكة فروة الرأس. ثلاثة، علاج هشان الشعر. أربعة، فرد الشعر المجعد. خمسة، زيادة نمو الشعر وكثافته. ستة، زيادة بريق الشعر منخفض المسامية. سبعة، تقوية أطراف الشعر. ثمانية، امداد بصيلات الشعر بالفيتامينات اللازمة لترطيبه. طرق استخدام السدر للشعر. الرابط للفيديو مرفق في وصف الفيديو أو في تعليق مثبت. يجب الاطلاع عليه. تم، السلام عليكم.